المدارات معناها وفوائدها المدارات من الأخلاق الجميلة جدا ولهذا في واقعنا المعاصر اليوم واللي فينا درس في الغرب يجد أن هناك مادة يدرسونها في كسب الناس والعلاقات الإنسانية تسمى عندهم الإتيكيت ما هو الإتيكيت؟ هو النظام معين يقوم فيه الإنسان لكسب قلوب الناس واحترامهم وتقديرهم وبالتالي لو ما كان عند هذا الإتيكيت لا خسر علاقاته وخسر كل صداقاته لكن إحنا عندنا في الشريعة الإسلامية نسميها المدارات وهناك فرق بين المدارات والمداهنة المدارات هي أصلا صدقة المدارات فيها أجر عظيم جدا أما المداهنة فهي خطيئة ومعصية المدارات أنه أنا إذا كان عندي صديق أو إذا كان عندي زوجة أو ابن معناها أني أنا أخفض له الجناح وآلين له الكلام وإني ما شد عليه في القول هذا معنى المدارات إذا هو غلط أنا أداري وبالتالي أوصل رسالتي له بطريقة ذكية بحيثني ما أجرح مشاعره ولا أجرح كرامته وبنفس الوقت عندي قدرة على نصحة وإرشاده أما المداهنة فموضوع مختلف المداهنة لو خطأ إنسان أو ارتكب معصية أو ارتكب ذنب أنا أجاري في المعصية وأجاري في الذنب ولا أقول أنه هذا خطأ أو هذه معصية أو هذا ذنب وهذه تسمى مداهنة فإذا هناك فرق بين المدارات وبين المداهنة ولهذا قال أحد الشعراء تجنب صديق السوء واصرم حباله وإن لم تجد عنه محيصا فداره لأنه صديق سوء فالواحد الشعوني ممكن أن يعيش مع صديق سيء يداره مثل ما قال الشعر تجنب صديق السوء واصرم حباله وإن لم تجد عنه محيصا فداره وأحبب حبيب الصدقي واحذر مراءه تنل منه صفو الود ما لم تماره ولهذا المدارات لها فوائد عظيمة جدا منها أولا الراحة في الدنيا الإنسان لما يداري الناس يرتاح في الدنيا لأنه لو بيفتح مع كل شخص يختلف معه في الراي وفي الفكر وفي وجهة النظر لو كل واحد يختلف معه بيفتح معه جبهة تعب في الدنيا وشقة ويقعد يفكر بفلان وشايل هم فلان لكن لما يداري الناس يرتاح ويستقر ولذلك من المواقف الجميلة جدا موقف يروي لنا عقال بن شبه يقول كنت رديف أبي وهو من الصالحين فلقيه جرير على بغل فحياه أبي وألطفه مع أن جرير كان واقع في والده وكان يتكلم فيه لكن لما شافه حياه وكان لطيف معه فلما مضى يقول عقال قلت لأبي أبعد ما قال لنا ما قال يعني يا يبه شلون تلطف معه وشلون تتكلم معه بالطريقة الطيبة هذه وهو تعرف أنت قصت معنا وتعرف إيش تكلم عننا فقال الوالد يا بني أفأوسع جرحي شوفوا الكلمة جميلة جدا أفأوسع جرحي هذا منهج أني أنا ما أوسع جرحي مع الناس إذا الناس اجرحوني أحاول أني أنا ألأم هذا الجرح وأداوي هذا الجرح ما أوسع الجرح وبالتالي لو كل إنسان كان بيني وبينه علاقة سيئة قطعتها لا ما ظل عندي حقيقة في الناس أي علاقة ولا ما ظل عندي في الدنيا أي معروف ولهذا كل واحد فينا الآن يقيم نفسه أنتوا الآن قيموا نفسكم كل زوج قاعد يسمع هذا البرنامج يقيم نفسه وكل زوجة كذلك تقيم نفسها من أول ما كنا صغار إلى اليوم كم صديق وكم صديقة تعرفنا عليه كثير ولا لا طيب اليوم كم صديق عندنا أجب أسألكم ويرا حول أصدقاء هل إحنا أذكياء وشطار في المحافظة على أصدقائنا وأصحابنا ولا إحنا شطار في قطع العلاقات اللي يملك خلق المدارات يكون عنده شطارة في كسب العلاقات لكن اللي ما عنده هذا الخلق ما راح يكون عنده شطارة في الكسب ولهذا إذن من فوائد المدارات الراحة في الدنيا والأجر والثواب في الآخرة لأنه أنت لما تداري إنسان أو أنت لما تدارين فلان هذه فيها ثواب عند الله عز وجل كذلك من فوائد المدارات أنها لابد منها لاتقاء الشر أكو ناس أحيانا أشرار سيئين الخلق طيب لو أنا بصير إنسان شري معهم لا حقيقة كانت الفجوة كبيرة ولكن الدمار أعظم وكان على طول كل علاقاتي مع الناس معارك وحروب لكن أنا أداريه اتقاء شرة وهذا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عروة بن الزبير أن عائشة تقول رضي الله عنها أخبرته أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة تقول عائشة فلما دخل ألان له النبي صلى الله عليه وسلم الكلام تقول فقلت يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له في القول فقال عليه السلام أي عائشة إن شر الناس منزله عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء فحشه شايفين معي إذن هذا هو منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان إنسان معروف في أنه أخلاق سيئة ويغلط على الناس وأنه يجرح بينه وبين الناس لو أنا بتعامل معاه بنفس شخصيته وبنفس صفاته لقامت المعركة ولم تقعد وإنما أداريه اتقاء فحشه وأداريه اتقاء شره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مدارات الناس صدقه وهذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله عز وجل توجيها لنا في علاقتنا مع والدينا يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما شوفوا معاي وصاحبهما في الدنيا معروفة حطوا تحتها خطين ما معنى وصاحبهما في الدنيا معروفة أي المدارات ولهذا من فوائد المدارات أنها لابد منها لاتقاء شر الأشرار ودوام معاشرة الأخيار كذلك من فوائد المدارات أنه يحتاج إليها مع الأصدقاء كما يحتاج إليها مع الأعداء ولهذا مدارات الأعداء كذلك خلق ومنهج عظيم جداً ولهذا قال الشاعر أغمض عيني عن صديقي كأنني لديه بما يأتي من القبح جاهل وما بي جهل غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول شوفوا معاي بعدين شيء يقول الشاعر متى ما يريبني مفصل فقطعته بقيت ومالي في نهوض مفاصل ولكن أداريه وإن صح شدني فإن هو أعيا كان فيه تحامل إذن معناته يقول لو كل مفصل عندي في جسدي آلمني فقطعته لظلت من غير مفاصل وهذا حقيقة تصوير جميل للشاعر في كيفية التعامل مع الأصدقاء والأحباب وإن مداراتهم واجبة وهو أساس الأخلاق وبالأخص مدارات الزوج للزوجة ومدارات الزوجة لزوجها ومدارات الأولاد لأبنائهم أما مدارات الأعداء فكذلك واجب للعذر مثل ما تفضلنا وذكرنا منذ قليل ولهذا كان من وصايا لقمان لابنه يقول يا بني كذب من قال إن الشر بالشر يطفؤ فإن كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفئ أحداهما الأخرى وإنما يطفئ الخير الشر كما يطفئ الماء النار كلمة جميلة جدا حقيقة في التعامل مع الأعداء ولهذا قال الشاعر وإذا عجست عن العدو فداره وامزح له إن المزاح وفاق فالنار بالماء الذي هو ضدها تعطي النضاج وطبعها الإحراق فنقول إذن هذا منهج لابد أن نتعلم وهو خلق المدارات من بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كذلك المدارات من فوائدها أنها دليل كمال العقل وحسن الخلق ومتانة الدين بحيث أن الإنسان ما يكون متهور ولا يكون الإنسان قليل خبرة في الدنيا لأن الذي يداري معناته مستشار وخبير من فوائد المدارات كذلك المدارات تكون في الأمور الدنيوية فقط وتحرم إذا كانت في أمور الدين لأنه إذا كانت في أمور الدين ماذا نسميها؟ المداهنة يعني مثلا أن عزمت على العشة في مطعم وصديقك يشرب خمر وراح حط قلاس الخمر على الطاولة وانت تقول والله إحنا سمعنا برنامج حقب محمد يتكلم عن المدارات وهذه من المدارات ما في مانعني أقعد مع على الطاولة وهو يشرب الخمر فأنا أداريه من أجل كسب محبته وكسب وده لا هذه ما تسمى مدارات هذه تسمى مداهنة ومثل ما قلنا هناك فرق بين المدارات والمداهنة ولذلك لو كانت الزوجة مثلا زوجها مرتكب كبائر تقول والله أنا أداري ليش أداري؟ حتى أحفظ وده لا نقول هذا المثال كذلك ماه صحيح أنت هنا ينبغي أن تنصحين لو ترشدينك بذكاء وبحكمة بما لا يترتب عليه مفسدة في علاقتكم الزوجية عموما الموازنات في هذه المواضيع ما في شك أنها موازنات حقيقة صعبة لكن تحتاج إلى ناس حكماء إذا كان الإنسان ماه حكيم أو ما عنده خبرة ممكن يستشير أهل الاختصاص فيرشدون على المدارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر